اشتركوا في القناة الشاب القبط اللي عنده 22 سنة اللي اتقتل يوم الحد احنا عارفين صلاة اخواتنا القبطيين بتكون دايما يوم الحد ابوه وامه واخواته غدروا للمنزل وغدروا الشقة ويلا يا عادل تعالى معنا قال لهم لا انا في ايدي كان مصلحة صغيرة كده واحصلكم على طول اشتركوا في بطرهات الصور والحاجات دي يعني في مجال الدعاية والاعلام والنح عادل اللي عنده 22 سنة لما ابوه وامه واخواته راحوا الكنيسة طبعا قعدوا ساعة لساعة ونصف ورجعوا البيت لقوا عادل في مصدر ربنا ما يكتبه على اي حد يمكن لقوا عين عيون عادل الاتنين ويتخلى عين وفي طعنات في الصدر وفي طعنات في خلفية تبقى الحكاية وايه الحدودة عن ايكا لحضرككم القضية اللي شغلت السوشيال ميديا والعضية دي كانت بين يوم خمسة او ستة تمانية يعني بقى لها بالزبط عشر تيام وقعدت رجال النيابة العامة ورجال اما باحثوا المصادر السرية قعدوا فوق الاسبوع لحد ما وصلوا اللي قتلوه يعني والسيدات داخلوا عليه لابسين نقاب لكن اتضح ان فيهم راجل يعني الحراب يض ده العضية يعني اخذت الغاز كتير قوي وحيرت رجال الشرطة ورجال النيابة لحد ما اكتشفوا مين اللي قتل عادل امين ابن منطقة ام بيومة عادل امين شخص عنده 22 سنة عادل امين شغال في مجال الصور والفلتريات وكمان مجال الدعاية والنحت والحاجات دي كلها اهلوا يوم الاحد نازلين يصلوا تعالوا يا عادل معنا قالوا لا مش فاضي في ايدي كان مصلحة كده هقضيها وروح انتم تعالوا الناس راحت قاعدت ساعة وانساعة نص ورجعوا رنوا الجرس عادل ما فتحش فتحوا بالمفتاح اللي معهم افتكروا ان عادل راح يقدم مصلحة وزوغ يعني منهم لكن لقوا عادل مرمي في قلب الصالة طبعا مرمي على ظهره في بقى جروح وطعون في يعني مؤخرة الظهر وفي الرابة وكمان العينين لاثنين فهم طعنات لكن مخلوعة لبرة يعني هنا مش بقصد السرقة لان كانت نوفون عادل داخل الشقة هنا طبعا بقصد الانتقام يعني من اللي بندقى من عادل بالشكل دول طبعا اول ما قصرته ورجعت الشقة وشافه الوضع اتصلوا برجال المباحث الحضرت على الدول واللحظة وتم نقل الجسمان للمشراحة وبعدها بساعات كده او بيوم بالكتير تم استخراج اذن من النيابة العامة بدفن الجسمان وتم تشياء جناسه من كنيسة البابا بقونة طيب هنا الرجل الله يرحمه ويصبر اهله اندفن وتوارى جسمانه لكن مين اللي عمل كده في عادل علشان رجال المباحث ورجال الشرطة يكسفوا البحث يشوفوا علاقات عادل يشوفوا خلافاته يشوفوا هو في مشاكل بينه وبين حد ولا لا هنا طبعا الناس قالت ان عادل ما لهوش مشاكل مع اي حد لكن هنا من خلال التحريات قالوا ان هو لي بعض العلاقات النسائية لكن اللغز اللي كشفوا القضية كلها هو التليفون عادل لان القصد اساسا ما كانش قصد سرعة فالتليفونه كان موجود او لم يعصر عليه الجناع طيب مزقوا التليفون بتاع عادل ومن خلال تفريغ المكالمات وسجل المكالمات لقوا ان في رسائل يعني ما بينه وما بين احدى الفتيات طيب الرسائل دي مضمونها ايه الرسائل دي تهديدات من عادل للبنت دي او للسيدة دي ان ما راجعتش بتوعه تاني ان ما وصلتش العلاقة المحرمة ما بينها وما بين عادل مرة تانية عادل هنا رابعت لها رسائل اتزاز ورسائل تهديد ان هو هينشر الصور والفيديوهات كلها على مواقع السوشيال ميديا طيب هنا بقى الرسائل اللي ما بينه وما بينها كان فيها بعض الرسائل خاصة بام الفتاة لا مش ماما وصلتك مبلغ معين مش انت طلبتك هزا وماما علشان المعاش وعلشان الحالة المادية بعتنا لك ببلغ فلوس بايه القصة يا ابلاوه القصة جماعة لما تم القبض على المتهمين اللي طلع قتل عادل هي ام البنت واخوها وكانوا الاثنين لابسين نقاب يعني الست لابسها نقاب واخوها يعني لابس هدوم نسائية جمع على الطريق الدائري واستقروا فيه توقتك لحد ما شافوا بيهنيهم ان ابو ام عادل واسرته نزلين وراحين الكنيسة وده كان على حسب اتفاق مبرم او معاد ما بينهم وبين بعضهم لكن اللي جاب المعاد وخطت المعاد هي البنت طيب الرسالة الرسال دي بقى محيطها ايه وحكايتها ايه حكايتها ان عادل لما ابتز البنت فالبنت قالت له خلاص يعني اول ما بنوا علاقة مع بعضهم وكانوا متفاين في الاول خلاص يعني لما نيجي ننفصل ننفصل بالمعروف وخلاص فجات البنت بقى لما استمرت العلاقة مع عادل اكتر من مرة فجات قبل الواقع ب3-4 شهور وقالت لك يا عادل كل واحد فينا يروح من طريق اهو انت اتمتعت حبتين وانا اتمتعت انا كمان لكن عاوزين نفصل الحدوتة والقصة دي لان الناس بدأت تتشكل طيب عادل طبعا من مجمل رساله كان مضمونها ان البنت بتروح له ساعات لحد بقى الشقة بتاعته في وقت ايه يوم الحد وقت الصلاة الاخوة الاقباد فيه كنيسة طيب هنا طبعا رسال اكدت ان عادل فيه علاقة محرمة بينه وما بينه وهي بتروح له وهو بتروح لها طيب ايه جديد انها طلبت منه انها تقطع العلاقة طيب لا انا مش قاطع العلاقة وهنا طبعا بدأ ان هو يبتزها فبدأ هنا البنت بدأت انها تغريب الفلوس يعني كانت بيتمتع بيها وتدلوا فلوس كمان فهنا عادل طلب فلوس اكتر مقابل عدم يعني نشر الفيديوهات وعادها اكتر من مرة انه يحزف الفيديوهات ويمسح السور وده كان واضح من خلال الرسائل على التليفون اللي مقدرش المجرمين او القاتلة انه ما يتحصلوا عليه وده كان سبب كشف اللغز بالنسبة للقاتلة طبعا تم التحرق على الرقم وبالاستعانة بشركات الاتصالات لمعرفة مين هما القاتل دول وتم لازبة اكمنة كتيرة قوي ومصادر سرية لحد ما افشوا المتهمة اللي هي الام وابنها كمان اللي كان لابس لقام تم الابضع اليوم اعترفوا اعترفات تفصيلية تب انتو عملتوا ايه وقتلتو ازاي والهزم اعترفات تفصيلية مش شرط انه ما يقولوا ان احنا اعتنوه خلاص لا عاوزين نعرف انتو دخلتو ازاي وخرجتو ازاي قالوا ان احنا ركبنا توك توك بعد ما اشتاد الازاء واشتاد الابتزاز من عادل لي بنتنا فالبنت صار حتمي يعني كانت البنت بتقيم علاقات معها معاه في وقت تغيب الاسرة وعادل لي اما كانوا البنت دي بتروح لها بتروح لشاقته او هو بيروح لها شاقتها في وسط غياب من الاسرتين بتقول ان احنا اقمنا علاقات متعددة واتمتعنا ببعض لكن انا يعني حابت ان انا انهي العلاقة عادل رفض رفض بيت قال لها لا بتقول الحمام ازاي يخروه بدأ يبتزيني لما كنتش بروط عليه بدأت ان انا اجريه اسير لحد محل الموضوع فطبعا لما لقيت الازاء يعني بدأ ان هو يكتر علي بدأت ان انا اعرف امي قلت لامها امها دخلت في الحوار بدأت تحل مع الولد عشان ما ينشرش الفيديوهات ولا الصور ولا الابتزاز على الفيسبوك وتبه فضيحة بجلاجك فانا طبعا عادل استغلق الام في الابتزاز المادي الام كانت بتبعته لكن عادل كان بيطلب فلوس بشراها يعني ممكن يكون واخد مسلا من ساعة ويطلب منها بعدها بساعتين فهنا طبعا الام اضطرت انها تحكي لهوها اختك غلطت وعزي نصلح الغلط والولدها يفضحنا في الحل ايه؟ هنا اقترحت الام على ابنها ان هما يلبسوا نقاب ويروحوا متخفيين لحد ما يبدأوا ان هما يدخلوا ويمثلوا الجريمة بناء على ان الام راح توديلوا فلوس هنا طبعا الجريمة لما حصلت طبعا يعني الناس كلها كانت مستغربة من اللي دخلوا ومن اللي نفذ الجريمة لكن من خلال الكاميرات جابوا ان فيه شخصين منتقبين دخلوا الامارة وخرجوا بعدها بنص ساعة اول تحريات واول يعني استقلامات بدأوا ان هما يسألوا سكان العقار دخل عندك اتنين منتقبين لا دخل عندك اتنين منتقبات لا سألوا العقار كله المنتقبين دول او المنتقبات دول ما تخلوش اي شيئة تانية يبقى خلاص يبقى هنا كده بانت القضية ان المنتقبات دول ما تخلوش هلا عند عادل وان طبعا يعني هما اللي ارتكبوا الجريمة بعد ما فرقوا الكاميرات وطبعا يعني جابوا الهاتف المحمول الخاص به عادل وتم يعني البحث على المتهمين وتم الابضع عليهم فكملوا بقى الحكاية كملوا الحكاية وقالوا ان احنا كنا على معاد مع عادل وطلعنا عادنا منتظرين في التوك توك لحد ما اهليته لازلوا راحوا الكنيسة وصعدنا لشاءة عادل فتح لنا الباب وطبعا هو كان متعود ان بنتي تروح له لابسه نقاب وهو عارف صوتي وعارف شكل انا تعبلت معاه اكتر من مرة لكن ما خدش باله ان اللي تحت النقاب الشخص التاني راجل مش سبط طب ايه اللي حصل بعد كده؟ ويقولون احنا دخلناه وبدعنا ان احنا نقعد معاه وبدعنا عاوزين نحل انه كان طالب مننا مبلغ كبير في الوقت ده لكن رفض ان هو يحل على الموضوع ورفض ان هو يعني ايه اه يبطل ان هو يطلب مبالغ مليه فاستغفلناه او غافلناه في الشاءة وامنا بطعله بعدة طعنات لحد ما او ديه بحياته لكن الغريبة الحاجة اللي انا يعني لو كاملت معي الفيديو ده خبر جديد برضو في القضية ما قلناهوش في بداية الفيديو ان بعد ما تم انهاء حياة عادل تم قطع العدو الزكري بتاعه يعني كانت جريمة بدافع عن انتقام هنا طبعا غافلوا عادل في قلب الشاءة وانهوا على حياته وجردوه من ملابسه يعني هو اسرته او مدخلت عليه لقاته عاري وهنا طبعا انصرفوا في صمت وما فيش حد يعرف عنهم اي حاجة قالوا احنا طبعا كنا بنحاول ان احنا نشوف اي اغبار وكنا لان طبعا الجريمة فاضلت في حدود 7-8 ايام لحد ما وصلوا ليه المغرمين قالوا ان احنا كنا نتابع القضية من بعيد لبعيد ونسأل من بعيد لبعيد طبعا انا سنته من طاقبة ما فيش حد يشك انا مقفية وكان اللي بيسألني انت بتسألي ليه اقولهم اصلا انا كنت معدية هنا بضيق الصدفة يوم اكتشاف الجريمة اقروا باعترافاتهم ومثلوا الجريمة واغرارات تفصيلية وسط سخط واستغراب من كل الناس وانا طبعا هيتقدموا للمحاكمة القريب يعني لهم دلوقتي تحت كنف النيابة العامة لاستكمال التحريات والتفاصيل بتاعت القضية القضية دي بالزبط بقالها عشرة ايام في منطقة اسمها منطقة ام بيومي التابعة لمدينة اليوب محافظة الاليوبية وكده الحلقة انتهت لكن بقى الدروس المستفادة من حلقتنا وان احنا نقدم العزة والموعزة والنصيحة يعني طبعا مش يقدر يكون معا علاقة اللي بتكون ست متجوزة او متطلقة فليه ان احنا نبني الاحلام الوردية في بداية العلاقة فدايما النتائج الوخيمة بتيجي في النهايات وطبعا يعني النهايات دي كانت من زمن فات والنهايات اخلاق دي كانت زمان انما النهاردة النهايات بتكون جريم متعددة انت ست المفروض تعيش متعففة هو عاوز يعني يتجوزك او متجوزكش فلا يعني لا مجال ولا سبيل لانشاء العلاقات تحت اي مسمى بحبك هتجوزك انت الوردة البيضة انت الوردة البنافسك القصص دي كلها يا جماعة هو اي عشي او اي علاقة غير شرعية فالراجل بيبص للست او ينظر للست انها لحمة رخيصة او لحمة رخيص علشان كده ما بتفرقش معاه انه يهددها او يبتزها بعد كده والمفاجأة طبعا لما تم استدعاء البنت اللي هي بقى صاحبة البلاوي دي كلها قالت انا ما كنتش اعرف ان هو بيصورني انا فجئت بس انه بعتلي مقاطرة صغيرة من التسجيلات او الفيديوهات اللي كان بيصورها لي سرقة او خصة يعني طيب يا ستي علشان ما تورطيش امك وما تورطيش اخوكي وطبعا ده القتلى عدنه مع صابق الاصرار والترصد وتبييد ان هي يعني فيها حكم الاعدام وكده ورطتي اختي ابوكي اسف ورطتي امك واخوكي واعتلتي عادل كان بلاغ صغير كنت تقدرات ان ان انت تثبيتي الابتزاز الالكتروني او الابتزاز على وسائل التقصير الاجتماعي وفي شرقته والملايات والسرائل والحاجات دي كلها واضحة فيه الفيديو اللي هو كان باعتولك ببلاغ صغير لي مباحث الانترنت او تتقدمي لقسم شرطة اليوب وكان تم القضى عليه وتم التحفظ عليه عقل حاجة يعني انت لو اتنزلت عن المهدر كان يعمله ايكتبه عليه تعهد انه لو الفيديوهات دي طلع منها نسخة تانية او انتشرت انت الماسل قدامنا وانت اللي هتتحاسب وكانوا هيرضوا عليه تعهد بعدم التعدي ولو كان اوح يعني تمام او نشرت حاجة ذات ايه كان يترمى في السجن وياخد حق وابنت كده مشيتي قانوني انما النهاردة اللي بياخد حقه وبيدراعه هنكون يعني نعيش وهنفضل عايشين في غابة ضيعتي امك وضيعتي اخوك وضيعتي ولد يعني احنا كل بالعدمين بيخطاقوا لكن انت تتصرف بيه الفكر دوت او امك او اخوك يتصرفوا بيه الفكر ده ويقتلوا شاب خلاص هم اعتلوا وارتاحوا وهم هياخدوا العقاب بتاعه احنا نصيحة لكلها هاي حد لو حد ابتزك بصورة او ابتزك بفيديو او ابتزك بايشي يعني ممكن ياخد لك صورة اه اللي واجهك ويركبها على فيديو تاني او ركبها اه مش المقصود ان انت تكون في الفيديو لأ ممكن يركب لك بقى احنا عارفين الفوتوشوب والحاجات المتقدمة ممكن يبدأ يبتزك فرجاء اجماعة بلاش ان احنا نحكم عضلاتنا ونحكم ايدينا وحكم ان احنا ناخد عقلنا حقنا بادينا لأ نتواجه الى قسم شرطة المباحث الانترنت اه وال الاتصالات وكمان قسم شرطة الشعب فاكيد هيجب لنا حقنا وبلاش ان احنا نفكر ببدايات وبعدات قديمة يعني بتورط الناس في كل حاجة لو وصلتم معي لنهاية الفيديو فاحنا ممنين لكل الحباب اللي تواجدوا معنا